بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد اليوم ستكون أول محاضرة إنا في لغة الدارت زي ما حكينا في الفيديو التعريفي عرفنا أن الدارت هي اللغة الأساسية عشان أنتقل بعد هيك لفلتر لأن الفلتر الفريم مورد ببني على لغة الدارت رح تلاقي الفيديو شرحت في ما هو فلتر ستلاقي في الديسكريبشن طيب عرفنا أن الدارت هي إشي مهم وهي البداية طيب إيش يعني language بيحكينا هنا أنه البرمجة هي عبارة عن اسلوب لحل المشكلات اللي بتواجهنا أكيد هس راح تحكيري أني أنا ما فهمتش ولا أي كلمة من حكيته شي يعني اسلوب لحل المشكلات اللي بتواجهنا خليني أعطيك مثال في أن هذا المتجر هذا المتجر عليها زبائن كثير يعني عليه ضغط مش يعني ضغط؟ يعني في له زبائن بيجي يشتروا من عنده كل يوم لكن هذا المتجر في عنده مشكلة بسيطة إيش هي؟ إنه مساحة صغيرة وما بيقدر يحط إلا كشيرين إيش يعني كشير اللي هو بيحاسب وهنا صاحب المتجر بلش يدور على حل لهاية مشكلة بعدما دور لحل لهاية مشكلة طلعت معا فكرة إنه يبني تطبيق موبايل تطبيق الموبايل عن طريق الزبائن يطلبوا طلباتهم والمتجر هو بيوصل للزبائن للطلبات في هاي الحالة صاحب المتجر هو المستفيد لش هو المستفيد؟ لأنه ظل محافظ على زبائنه وبنفس الوقت قلل الضغط على المتجر لو شفنا الخطوات اللي سواها صاحب المتجر فأول إشي كان فيه عنده مشكلة بعد هيك بلش يفكر لحل هاي المشكلة رقم ثلاثة لقى الحل هو تطبيق الموبايل رقم أربعة بلش يكتب الأوامر والتعليمات إيش يعني أوامر وش يعني التعليمات؟ يعني على سبيل المثال أنا بدي يكون في التطبيق صفحة رئيسية تعرض فيها المنتجات ويكون في عندك صفحة الاعدادات ويكون كما في عندنا صفحة للخصومات هسه هو حط الأوامر وحط شكل التصميم وعمل بكل إشي بدوية لكن لسه ما طبق فعشان يطبق احنا محتاجين هنا لغة البرمجة افهمنا هسه كيف لغة البرمجة هي عبارة عن أسلوب لحل المشكلات اللي بتواجهنا لأنه في النهاية انت ماشي عندك مشكلة فكرت في حلها تكتل حل فلاش بدك تنفذها لكن التنفيذ بيكون عن طريق لغة البرمجة آخر مرحلة وهي حل المشكلة فأتمنى هسه انك سرت قادر على فهم شي يعني برمجة البرمجة هي في كل حياتنا أي مكان بتفوت عليه هسه هتلاقي كل عبارة عن برمجة على سبيل المثال الدوائر الحكومية السوبر ماركت المولات حتى الفيزو تستخدمها منها البرمجة وكمان المصانع فصارت البرمجة هي جزء من حياتنا اليومية فالبرمجة هي شي جدا مهم هل انا محتاج يكون في عندي خبرة سابقة محكي لك لا بهذا الكورس احنا راح نبلش من السفر وحتى من تحت السفر كمان هدفي بهذا الكورس اني انا ألمك البرمجة ومش بس لغة معين يعني بعد انتهاء كورس الدارت انت حتكون قادر انك تتعلم اي لغة برمجة بدك اياها بسهولة لكن يفضل انك تتعلم الget والget hub ايش هو الget واش يعني get hub هسا كل محاضرة المكتب فيها الكود الخاص في المحاضرة فارفع لك اياه على الget hub وانت بعد المحاضرة راح تأخذ الكود يعني انا بخلص كودي المحاضرة فارفع لك اياه على الget hub وانت بتنزله خلال الدورة راح اشرح لك كيف تنزل الكود لكن يفضل انك تتعلم دورة الget والget hub الموجودة عندنا على القناة راح تلاقيها في الديسكريبشن اتعلمها تزامنا مع الدارت كيف يعني اتعلمها تزامنا مع الدارت يعني على سبيل المثال اليوم انا تعلمت درسين في الدارت بكرة بتعلم درس في الget hub فانت وانت قابت تتعلم في الدارت برضو تتعلم الget والget hub طبعا الget والget hub اشي جدا 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 قوي احذر اول فيديو من الدورة ورح يشرح لك شو ما فهم الget والget hub بخمس دقائق او اقل فاخر نقطة احكي لك اياها هي مش شرط انك تتعلم الget والget hub درما تبلش بالدارت لكن انا بقول لك بلش بالدارت ولما يكون في انك وقت فرار اتعلم لك فيديو فيديوها بالget والget hub ورح تكون امورك ان شاء الله مية في مية تمام في الفيديو القادم راح احكي لك كيف تستفيد من هذا الكورس وكيف تدرسه بشكل صحيح واذا عندك اي سؤال تبلي اياه في التعليقات ونشوفكم ان شاء الله في المحاضرة القادمة ويعطيكم العافية اشتركوا في القناة